موسيقى صباح الخير أهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية خطة الألف ميل الأمنية لم تعطلها الميومي لكن المخيم الصيدوي الصامت منذ خمسين عاما نطق الأمس بثمانية قتلى واشتباكات صاروخية وحرب نفوذ بين كتائب العودة وأنصار الله صراع تردد فيه اسم محمد دحلان أكثر من أسماء القتلى والجرحة وبينهم الأخوان الرشيد دحلان المفصول عن السلطة الفلسطينية بقرار عزل وكالة شاملة كان يسعى إلى موطئ نفوذ في مخيمات لبنان لكن السلطة عباس رسمت الحدود الهدوء عاد إلى المخيم مع بعض التحركات الاحتجاجية عند طريق عين الحلوي وسيرا على مبدأ الهدوء فأن الخطة الأمنية في الشمال تمضي بنجاح وقبدة الجيش تحكم مع القبض على بعض المطلوبين بموجب استنابات قضائية لكن الرزقة الأمنية غالبا ما تتوفق بجبل محسن من دون غيره علما أن عمليات الدهم تشمل جميع المحاور من الغرباء إلى سوق القمح والزاهرية حيث معقل زياد علوكي وفي الغلة ذخائر ومخازن أسلحة من جبل محسن ومحلة البرانية ومن فرط نجاح الخطة الأمنية فإنها أخذت بدربها رجل الخطة المالية للزعيم وليد جملاط عريض اثنان لكن مع عقوبة السجن التي أفلت منها وزير الأشغال السابق فعصر الصفة انتهى بين بيك المختارة وامبراطوريته النفطية والمالية بهيج أبو حمزي فأرداه جملاط سجينا بضربة خلاف على سلسلة تبدأ بالعقارات ولا تنتهي بنادي الصفة واختلاسات مالية قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات ابن إقليم الخروب سطر مذكرة توقيف وجهية بحق أبو حمزي بعدما استجوبه ساعتين ونصف الساعة لتبدأ من خلف القطبان عملية تفاوض بين الزعيم ومستشاره السابق والدفع سيدفع البلاء والتفاوض المالي يأخذ شكل التهديد في سلسلة الرتب والرواتب وتبعا لنقيب المعلمين نعم محفوظ فإنه أمام اللجان فرصة إقرار السلسلة اليوم وإلا فسوف يرون ابتداء من صباح الأربعاء انتفاضة لم يشهدوها من قبل وعلى الأغلب فإن هذا التهديد الذي أطلق من خارج القاعة العامة لم يسمعه النواب الذين سبق ورفضوا التشريع على حد السكين وهم رفعوا الجلسة إلى اليوم نوه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالخطة الأمنية التي قررت الحكومة تنفيذها في الشمال والبقاع لكنه شدد على أن تكون هناك مقاربة سياسية اقتصادية اجتماعية إنمائية شاملة كما شدد على أهمية إجراء مصالحات حقيقية بين التيارات والاتجاهات السياسية كافة مبديا انفتاح الحزب على الحوار وشرح نصر الله في حوار سياسي شامل نشرته السفير في جزئه الثاني والأخير في عددها الصادر اليوم الأسباب التي أملت مقاطعة الجلسة الأخيرة أو أمنت مقاطعة الجلسة الأخيرة للحوار معتبرا أن مواقف رئيس الجمهورية ميشيل سليمان الأخيرة أفقدته موقع ما يستطيع إدارة حوار وطني وأكد نصر الله أن المناخ العام في البلاد هو مناخ إجراء انتخابات رئاسية وقال أن الحزب سيدعم المرشح الذي يحقق المصلحة الوطنية الكبرى واعتبر أن العناصر المحلية ستكون مؤثرة أكثر من أي وقت مضى في الاستحقاق الرئاسي وبالتالي أمامنا فرصة صنع رئيس في لبنان سلسلة الرتب والرواتب إلى تأجيل آخر وسط تصعيد جديد من هيئة التنسيق قررت الجان مشتركة أنه بكرا نتابع نحن بكرا بصدد متابعة ساعة عشر ونص صباحا لأعمالنا حتى نقدر إن شاء الله نتوصل إلى حسم بعض الخيارات ونوصل إلى نتيجة بموضوع مشروع السلسل وتمويلها على موعد باستكمال النقاش تفرقت الكتل النيابية المشتركة بعد جلستها المطولة للبحث في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وسبل تمويلها بند زيادة الضريبة على القيمة المضافة كمورد للتمويل تأجل إلى جلسة أخرى فالموضوع سياسي بالدرجة الأولى وعلى النواب أن يستمزجوا أراء كتلهم للعودة بأجوبة حاسمة وكانت الأراء قد توزعت بين من يطالب برفع الضريبة من عشر إلى 12% عموما ومن يطالب برفعها إلى 15% على المواد الكمالية حصرا مع توسيع مروحتها ورفع الدعم عن الكهرباء أو زيادة الرسوم الجمركية وزير المالية أعرب عن استعداده لتنفيذ ما يتم الاتفاق بشأنه فيما أقرت الليجان بند زيادة الرسوم على الطابع المالي المتعلق برخص البناء أبرز ضيوف على طاولة الليجان كان حاكم مصرف لبنان رياض سليمي الذي تغيب عن الجلسة الماضية ليفتتح النقاش اليوم بتصور مطول ضمنه مخاطر إقرار السلسلة وسبل الحل وعلى رأسها تجدئت السلسلة بدفعات تصعودية على خمس سنوات أما رد هيئة التنسيق النقابية على ما دار في جلسة الليجان المشتركة فكان حازما هو الرئيس هو يعمل خلصوا اليوم أو خلصوا عبكرة أنا بدي حيلة على هيئة العامية أربعة وخميس إذن القصة صار هني شغل اليوم ينهوها أو ينهوها عبكرة وإلا وإحنا مش همان نهدد وإلا هيئة التنسيق النقابية بكرة بعد الظهر في مؤتمر صحفي ستعلن فيها خطوات تصعيدية ابتداء من صباح الأربعة حيشوفوا انتفاضة بالبلد إسا ما شفوا كل اللي يطرح من قبل حاكم مصرف لبنان فيما يتعلق بتجزئة السلسلة مرفوض مرفوض رفضا بيتا نحنا من حقنا إذا عم يجزئ بدن طالبه بمفعول رجعي عمره 18 سنة من سلت ال96 شو رأيه وكان وفد الهيئة الاقتصادية زار نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أكد بعده الحرص على التريث في إقرار السلسلة وضرورة تشكيل لجنة مصغرة تشارك فيها الهيئات لدراسة سبل التمويل بدقة اشتباكات بين عنصار الله وكتائب شهداء العودة توقع ثمانية قتلى وعشرات الجرحة تقرير رامز القاضي إلى سنوات خلت كان مخيم الميومي الفلسطيني الواقع شرقية صيدة الأصغر حجما بين أقرانه الواحد والعشرين مخيما المنتشرة على الأراضي اللبنانية يوصف بأنه الأهدأ إلى أن بدأ منذ فترة يشهد إشكالات أمنية عنفة اليوم لتأخذ الأمور شكل صراع فلسطيني فلسطيني هو صراع نفوذ إذن بين أنصار الله وعلى رأسهم جمال سليمان أحد القوى الأساسية على الأرض في مواجهة تشكيل جديد كان يحاول تثبيت وجوده هو كتائب شهداء العودة بزعامة هذا الرجل ويدعى أحمد رشيد المعروف بأحمد عدوان الذي قتل في الاشتباكات إلى جانب شقيقه يوسف رشيد رشيد سوري الجنسية والدته فلسطينية يقيم في مخيم الميومي ويعد رشيد من المقربين إلى القيادي الفتحوي المفصول محمد دحلان وهو الذي يتولى تنسيق زيارات جليلة زوجة دحلان إلى المخيمات الفلسطينية وفي التفاصيل نشتباكا مسلحا وقع بين عناصر من أنصار الله ومجموعة كتائب شهداء العودة استعملت فيه الأسلحة الرشاشة والصاروخية وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة العشرات من ضمنهم الأخوان رشيد مصادر الحاج جمالي سليمان تشير إلى أن مجموعة أحمد رشيد تحرشت أكثر مرة بعناصر من أنصاره وبالتالي كان اليوم حصول إشكال صغيرة وتطورة ومن يعرف الحاج جمالي سليمان يعرف أنه سريع الحسن بعد إعطاءه أكثر من مهلة للآخرين وبالتالي فإن الحالة التي كانت يشكله أحمد رشيد في مخيم الميومية يمكن أن تكون مشابهة لها في مخيمات أخرى ولكن السيطرة على مخيم الميومية تعني الكثير خصوصا أنه على مقرب المخيم عن الحلوة وأن مخيم عن الحلوة يمتاز بتواجد العديد من الفصائل ولكن في مخيم الميومية هناك فصائل قليلة أنصار الله وحركة فتح هو أحد الفصائل الفلسطينية التي تجتمع مع الفصائل التسعطاش الفصائل الفلسطينية أنصار الله هم أحد المؤيدين لحزب الله وكان هناك تنسيق وما زال كما بعض الفصائل الفلسطينية ولكن هو أجندته أجندة فلسطينية وينضوي تحت سخف الفصائل الفلسطينية التي تلتقي دوريا والتي وقعت على المبادرة الفلسطينية وتمكن أنصار الله من السيطرة على مقر كتائب العودة وعلى الأثر عملت القوى الفلسطينية في المخيم على التهدئة ومنع تفاقم هذه الاشتباكات من ناحيته عزز الجيش اللبناني تمركزه على مداخل المخيم وسهل إخلاء الجرحة إلى المستشفيات أبرز فصائل المخيم منظمة تحرير الفلسطينية وتحالف القوى الفلسطينية وأنصار الله وتتولى اللجنة الشعبية في المخيم العلاقات داخله ومع الجوار أنشئ المخيم عام 1950 في المنطقة الغربية المتاخمة لبلدة الميومية التي يملك أهلها عقارات المخيم التي استأجرتها منهم الدولة اللبنانية وأجرتها لوكالة الأونروا لمدة 99 عاما يعد من المخيمات القليلة المساحة والكثيفة سكانيا حيث يفوق عدد المقيمين والمسجلين فيه خمسة ألاف وخمسمائة نسمة من هي جليلة دحلان في هذا التقرير للزميل رامز القاضي؟ جليلة دحلان اسم ذا عصيته أخيرا بين أوساط الفلسطينيين هي زوجة وزير الداخلية الفلسطيني السابق والقيادي المفصول من فتح محمد دحلان برزت زوجة دحلان المتناقلة بين المخيمات في لبنان والأردن لدعم اللاجئين الفلسطينيين عبر جمعيتها فتى المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني ولكن هناك من يقول أن هذا الدعم ليس إلا لإمرار مشروع زوجها القاضي بإعادة إحياء حيثية داخل هذه المخيمات بعدما جرى طرده من الحركة نشاط دحلان الزوجة أثار حفيظة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي عمم على قيادات الحركة منع استقبالها أو لقائها لكن لم يلتزم كثيرون من أبناء الحركة قرار القيادة أولهم القيادي العسكري محمود عيسى الملقب باللينو الذي كان بمثابة مرافق لدحلان في تحركاتها في المخيمات ويحكى أن أحمد رشيد الذي قتل في اشتباكات المي يومي كان أحد الذين يحضرون مع كتائبه شهداء العودة للسيطرة على المخيم عبر الدعم الذي يتلقاه من دحلان ولكن كل تحركاتهم كانت مرصودة من فتح والأجهزة الأمنية اللبنانية بحسب المعلومات دحلان أم لأربعة أولاد معها دكتورة في علم النفس من الجامعة التونسية استقبلت بحرارة في المخيمات التي زارتها ولكن لم تكن هذه الحفاوة في الاستقبال محبة بها ولا بزوجها بل لمكانت تحمله في كل الزيارة للبنان من مشاريع وأموال وزعتها على مفاتيح في تجمعات اللاجئين الفلسطينيين منها مستشفى ضخم في إمارة أبوظبي يحمل اسم فتى يعالج بعض المرضى الفلسطينيين الذين يذهبون إلى هناك الخدمات كانت إغاثية كانت تقديم مساعدات تموينية ومساعدات مثل البطاطين يعني الاحتياجات الأسرية للناس التي حصل لديهم الضرر وذكرت معلومات صحفية أن السفير الفلسطيني سخر علاقاته الجيدة بالحكومة اللبنانية ونجح في منع دحلان من زيارة لبنان حيث أصدرت هذه الحكومة قرارا قضى بمنع السيدة جليلة من دخول البلد بقطع النظر عن طبيعة جواز السفر الذي تحمله وهكذا كان يذكر أن السيدة جليلة تحمل جوازات سفر عدة من بينها وثيقة فلسطينية للاجئين من أبناء قطاع غزة وجواز صادر من مصر فضلا عن جواز سفر أردني وآخر صادر عن جمهورية الجبل الأسود حملات الدهم والاعتقال مستمرة في طرابلس وعدد من المناطق اللبنانية نفذ الجيش اللبناني في طرابلس حملة دهم في مناطق داخلية من المدينة أبرزها الحارة البرانية وحي الأمريكان مسيلا دوريات راجلة في حارة البرانية وسوق القمح وقد دهمت وحدات الجيش موقع عزياد العلوكي قرب مسجد محمود بيك وصادرت من مركز القلعة كمية من الأسلحة وتمكنت مفرزة استقصاء الشمال من توقيف المطلوب باستنابات قضائية خالد عبد السلام شيخه وهو قائد محور البقار في طرابلس والسلمة إلى القضاء المختص وأفادت قيادة الجيش مدرية التوجيه أنه في إطار تنفيذ الخطة الأمنية أوقفت وحدات الجيش في مدينة طرابلس المدعو عمار علي عبد الرحمن المسؤول عما يسمى محور جبل محسن الريفا والمدعو جلال حسن حجي المسؤول عما يسمى محور البراني جبل محسن ودهمت هذه الوحدات كذلك في منطقتين جبل محسن ومحلة البراني مهزاني أسلحة يحتويان على كميات من الأسلحة والذخائر والأعتدى العسكرية وتستمر قوى الجيش في تعزيز إجراءاتها وتعقب باقي المطلوبين للعدالة وفي إطار الخطة الأمنية على جميع الأراضي اللبنانية أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه كذلك توقيف نحو 1563 شخصا من جنسيات مختلفة في شهر أذار الماضي بعضهم مطلوب للعدالة بموجب مذكرات توقيف وبعضهم الآخر لارتكابه جرائم ومخالفات متعددة تتعلق بالتجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية وحيازة الممنوعات والإتجار بها وتهريب بضائع عبر الحدود إضافة إلى قيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق ثبوتية وقد شملت المضبوطات 127 سيارة و46 دراجة نارية ومركبي صيد إضافة إلى كميات من الأسلحة والذخائر والأعتدى العسكرية والمخدرات والدخان والمزوت المهرب وقد سلم الموقفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم توقف رئيس مجلس الأمناء في نادي الصفر الرياضي بهيج أبو حمزة بجرم الاختلاس والتزوير والاحتيال على النادي على أن يبت القضاء لاحقا الدعاوى المرفوعة عليه من رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط فجأة انتقل حديث البلد من الاستحقاق الرئاسي إلى رجل الأعمال بهيج أبو حمزة بعد الإعلان عن توقيفه ووضعه في نظارة قصر العدل الحزب الإشراكي رفض التعليق على الموضوع واضعا الأمر في إطاره القضائي البحث مؤكدا أن لا علاقة للحزب بهذا الشأن مصادر قضائية خاصة بالجديد على اطلاع بالملف أكدت أن قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات استجوب أبو حمزي على مدى ساعتين ونصف الساعة أصدر بعدها مذكرة وجهية بتوقيفه في جرم اختلاس أموال وأكدت هذه المصادر أن التوقيف جاء بناء على الدعوة التي قدمها نادي الصفر الرياضي ضد رئيس مجلس الأمناء فيه بهيج أبو حمزة بجرم الاختلاس والتزوير والاحتيال بعدما كلفه بيع أرض في منطقة لمصيدبي تابعة للنادي وهي تحتاج إلى دفع إخلاءات للمستأجرين وتبين بحسب الأدلة الدامغة على ما ذكرت المصادر أن المبلغ المختلس قدر بنحو أربعة ملايين دولار المصادر القضائية عينها أشارت إلى أن هناك داعوة أخرى ضد أبو حمزي مقدمة من النائب وليد جنبلاط بتهمة الاحتيال والتصرف بالأموال الخاصة بجنبلاط إضافة إلى قطعة أرض في منطقة بدير في الدمور التي اشتراها جنبلاط عن طريق أبو حمزي وتبين لاحقا أن مساحتها أقل بكثير من الوثائق التي قدمت وقالت هذه المصادر أن القضاء لم يبت بعد بهذه الدعوة وفي حال الإدانة بكل هذه التهم قد تتراوح مدة الحكم بين ستة أشهر وثلاث سنوات مصادر قضائية أخرى استبعدت قبول إخلاء السبيل إذا ما قدمت ثلاثاء على أي حال التحقيق إلى الهيئة الاتهامية التي تجتمع أيام الاثنين والأربعاء والجمعة وفي حال صدقت الهيئة التهم يبقى أبو حمزي في السجن مع إمكان نقله إلى سجن رومي وفي حال فسخته يخرج بكفالة مالية مع حجز على أملاكه المنقولة وغير المنقولة إلى حين صدور الحكم أهلا من جديد ينفذ الجيش اللبناني منذ الفجر سلسلة مدهمات في منطقة البراني بيطرابلس بحثا عن مطلوبين وقد قام بمداهمة منزل المدعو ألف ميم وتوقيفه فجرا وعلى الأثر شهدت منطقتين سوق القمح والبراني احتجاجات وتم قطع طريق الجسرين بالإطارات المشتعلة ورفعت التكبيرات داخل مساجد البراني احتجاجا على تصرفات الجيش وتوقيف ألف ميم فجرا وأفيد عن سماع أصوات قنابل في محيط البراني تزامنا مع مدهمات الجيش المساجرون يتظاهرون رفضا لقانون الإجارات الجديد والرعي حذر من الفراغ الرئاسي وأخبار إضافية في بانوراما محلية للزميل علان أعنان زلزلي خلال تظاهرة حاشدة في منطقة لمصيت بالكولا دعت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين كل المستأجرين في مختلف أنحاء لبنان إلى النزول للشارع والاعتصام في الساحات والتظاهر لإنقاذ حقوقهم التي تم الاعتداء عليها ومناشدة الرئيس الجمهورية عدم تصديق القانون الأسود ورده لمن أقره أنتم من يسقط القانون الأسود الذي أقر برشاوي الصندوق الأسود اسألوا النواب الذين انتخبتم بكم من الدولارات باعوا حقوقكم اسألوهم لماذا يكافأ المحتل والفاسد والمهرب نظم متطوع مراكز الدفاع المدني من جميع المناطق تجمعات في كافة المناطق تمهيدا لاعتصام حاشد نهار الأربعاء تزامنا مع الجلسة النيابية العامة للمطالبة بتثبيتهم في الملاك العام نتوجه صوب الماء قبل اجتمع مجلس الوزراء بساعة نمشي بالماء لا قطع النفس وبالمناسبة لا ربما لا ربما درنا نعمل رقم جنس بقطع المسافات الطويلة بالبر عملنا جنس بالعطاء وبالبحر بنعمل جنس ونجيب شهادة للمناطق شاهدت الحازمي تمثيل جريمة قتل غازي بير طعمي موليد تسعة وخمسين الذي كان قد تعرض للخنق ولكدمات في شهر أذار الماضي داخل مشغ الخياطة وتبين بنتيجة التحقيقات والتحريات المكثفة التي أجرتها مفرزة بعبد القضائية في وحدة الشرطة القضائية أن المغدور تعرف منذ سنة ونصف على سائق يعمل في مكتب تاكسي يقوم بإيصاله حيث يريد واستدعي السائق المذكور وهو من أصحاب السوابق إذ كان مسجونا في سجن رومي بجرم قتل لمدة ثلاثة عشر عاما وبالتحقيق أنكر أي علاقة له بالجريمة ثم عاد واعترف بإقدامه على قتل المجن عليه بعد مواجهته بمجموعة من المعطيات والوقاع والأدلة التي تدينه زعما أنه أقدم على قتله بحجة تحرش المجن عليه به بغية ممارسة الجنس معه تردش الدم على بلوستك ما هيك هي لا تذكر فعوزي الجاكات الكابيتة الجاكات الكابيتة على الكارانتينة تحت ما كان على يدام ترأس رئيس الجمهورية عليماد ميشيل سليمان اجتماعا أمنيا ضم رئيس الحكومة تمام سلام ونائبه وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية تم في خلاله تقويم مسار الخطة الأمنية الجاري تنفيذها في طرابلس ومحيطها والخطوات اللاحقة تمهيدا لتثبيت الأمن والاستقرار إضافة إلى ضبط الوضع الأمني في المناطق الأخرى وكان سبق الاجتماع لقاء ضم الرئيسين سليمان وسلام تناول الأوضاع الراهنة وجدوى الأعمال جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد الثلاثاء في قصر بعبده بحث وزير العدل أشرف ريفي مع السفير الإيراني غدان فارق أبادي في فرص التعاون بين لبنان وإيران خصوصا فيما يخص وزارتين العدل في البلدين حيث هناك ثلاثة بروتوكولات بخصوص التعاون القضائي بين وزارة العدل في الجمهورية الإسلامية ووزارة العدل في لبنان وقد كانت وجهات النظر متطابقة في شأن متابعة هذه البروتوكولات وصولا إلى مرحلة التطبيق نقل رئيس طيار التوحيد العربي وياموهاب عن الرئيس نبيه بري أنه سيدعو قبل الخامس عشر من أيار المقبل إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية وهو يسر على عقد هذه الجلسة قبل هذا الوقت وهذا ما ينص عليه الدستور ونقل عنه أيضا انحيازه إلى جانب سلسلة الرتب والرواتب وإلى جانب حق هذا المواطن في تحصيل كل ما له على الدولة المرشحين كثر ولكن عملية انتخاب الرئيس حتى الآن تبدو معقدة إلى حد ما تبدو معقدة في ظل التباعد في الأراء لحد الآن واضح ليس هناك اتفاق إقليمي على اسم رئيس الجمهورية وليس هناك توافق محلي هلق بين الميم والجيم منظلنا اللي قيلنا الشيء اسم شو ما قبيل مغادرته إلى جينيف حذر البطرياكو الماروني ماربشارة بطرس الرعي من الفراغ في موقع رئاسة الأولى ما حدا يستعمل بقى كلمة فراغ الفراغ يعني الموت هيدا أنا أرفض تماما إنه هالكلمة ولو حتى إذا لاش بدو يصير لا لا مش قادرين تنتخبر رئيس جمهورية شو هالكلم هيدا إذا كانت النوية عاطلة بس أنا ما بشك بنوية الشعب اللبناني والمسؤولين في لبنان بدعوة من رئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي عبد المجيد الرافعي أقيم حفل استقبال لمناسبة الذكرى السابعة والستين لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي بحضور حجد من الشخصيات السياسية والقيادات الحزبية اللبنانية والعربية نلتقي وإياكم في ذكرى ميلاد حزب الرسالة الخالدة لنستحضر جميعا المعاني التي انطوت عليها انطلاقة حزبنا لنيف وستة عقود خلط إذ كلما ابتعدنا في التاريخ الزمني للتأسيس نجد أنفسنا أكثر التصاقا بها وأكثر انشداذا إليها لأن عبء السنين الذي يسكل حياة الإنسان بأوزاره لا يسحب نفسه على حياة الشعوب شكلت المواضيع الإنمائية الخاصة بمحافظة عكار مادة نقاشية خلال اللقاء تنموي عقد في دارة رئيس التجمع الشعبي العكاري النائب السابق وجيه البعريني في وادي الريحان وقد طالب المجتمعون الإسراع بإقرار المراسيم التطبيقية لمحافظة عكار واعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة وذلك تخفيفا على المواطن والإدارات الرسمية نظم مجمع عكار للرعاية والتنمية دار الأيتام الإسلامية لقاء احتفاليا لمناسبة يوم اليتيم العربي تخلله كلمات تعريفية بالمجمع وأهدافه والخدمات التي يقدمها لا سيما أنه يعمل مع الجميع وفي خدمة الأفقر والأحواج وقدم أطفال الدار رقصات فولوكلورية كما أقاموا معرضا يدوية للأشغال والحرف التي يقومون بها مزارع سهل عكار ينعون محصول البطاطا هذا العام أحرق السقيع الذي ضرب منطقة عكار على مدى أيام شطول البطاطا في سهل عكار وقضى في غضون ساعات على مئات الدنمات المزروعة حتى قبل نتج ثمارها المزارعون المنكبون بلقمة عيشهم أعربوا عن صختهم وعجزهم عن تحمل الخسائر التي يمنيوا بها هذا العام من جراء التقلبات المناخية الحادة ما حدا بهم إلى تسمية العام الجاري عام الكوارث الطبيعية على القطاع الزراعي هذا المزارع الذي يشتري بضعته بالدان الذي يشتري بالدار بالدان والمشتري الأسمي بالدان والمشتري الأدوي بالدان والذي يسئي بالدان منهم يوفي لنا لا ينفع لا يطالبوا للمهجرين السوريين النازعين لا ننضد يسبرونا مثل السوريين يطلعوا بأرزاقنا نحن منا بنا ندفع للسماسرة منا بنا ندفع حق البطاطا للتجار مختر ببيوتنا يا أخي اليوم كمان اليوم من ديين ساعتنا بالديون العالم مديوني ملتان اللي خلفها على أي أساس بل تبعي تعيش شعب عكار ما فيهيش ما فيه غار الزراعة الأرض عم نطمنا ضمان نفتكرة هاي الأرض ملكية للعالم ما نملكية للعالم هذه نطلب من الدولة اللبنانية لأنه هي الرائي الأول الرائي الأول وهي أمنى وبينها بدنا نحن هالزراعة البطاطا تكلفته الطان كان 6 مليون وخمسمائة ألف هلأ صار تكلفته 9 مليون ليرة 6 مليون دولار هلأ بيعطي 25% نحن في عندك كثور 5 مليون ليرة بكل طان بطاطا أنا مننا بديعطي المزارع ومننا بديعطي عليه الشكات للبنوك وأعلن المزارعون المتضررون عن تنفيذ تحرك شعبي لاحقا في سهل عكار بالتنصيق مع البلديات لعرض معاناتهم المتكررة مع المواسم الزراعية في ظل تجاهل الدولة لظروفهم وعدم الإفاء بوعودها للتعويض عليهم أهلا من جديد وصول مقاتلين أرمن إلى مرفأ طارتوس والرئيس السوري بشار الأسد يؤكد أن المرحلة النشطة من الحرب في سوريا سوف تنتهي في العام الحالي أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن المرحلة النشطة من الحرب في سوريا سوف تنتهي في غضون العام الحالي إلا أنه في المقابل أشار إلى أن الحرب على الإرهابيين سوف تستمر حسب وكالة إترتاس الروسية للأنباء نقلا عن المسؤول الروسي السابق سيرجيسي باتشين الذي ارتقى رئيس السورية أخيرا يأتي ذلك في وقت لا تزال المعارك مستمرة وقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل الراهب اليسوعي الهولندي فرانسيس فرندر لخت برصاص مسلحين في أحد الأحياء المحاصرة من الجيش السوري في مدينة حمص بعدما رفض الأخير مغادرة المنطقة المحاصرة فيما قال عدد من النشطين أن الجيش الحر تمكن من إسقاط طائرة حربية في حي الراشدين قرب مدرسة الحكم في حلب وقد كثف الطيران الحربي السوري غاراته في ريف حلب وأعلن الجيش الحر سيطرته على سوق الجبس قرب الأكاديمية العسكرية في حلب ضمن معركة أطلق وعليها اسم الاعتصام بالله في حين دارت اشتباكات في أحياء الراشدين والإذاعة وسيف الدولة وفي حماء القطيران المروحي براميلة متفجرة على بلدة كفرزيتا في ريف حماء الشمالي واستهدف كذلك مناطق في الريف الحموي بصواريخ أرض أرض حسب ما ذكر الناشطون وفي تطور لافت وصل أكثر من 1500 مقاتل أرمني من كاروجني كارباخ إلى مرفأ طرطوس ومن بينهم 300 مقاتلا من فرقة صيادي الغزلان التي تعد أقوى فرقة في الجيش السري الأرمني وتمتلك خبرة قتالية لمثيلة لها في الجبال والأدغال وتعد من أشرس الفرق العسكرية المقاتلة في العالم هذا إضافة إلى متطوعين أرمن قديموا من لبنان وعن المتطوعين الأرمن نشرت صفحة الأرمن في لبنان صورة للشاب يدعى توني أوريان وهو يحمل سلاحا في كسب وعلقت هذا بطلنا نحن فخورون بك وفي هذه الأسناء تستمر الاشتباكات في محيط مدينة كسب فيما واصل سكانها نزحهم من المنطقة باتجاه تركيا التي أعلنت وزارة خارجيتها أنها تتعاون مع البطريركية الأرمنية التركية من أجل توفير الأمن للأرمن الفارين من بلدة كسب ونقل التلفزيون الرسمي السوري صورا لكامين نصبته وحدات من الجيش السوري النظامي والقوات المسلحة في عدر الصناعية وتمكنت من قتل عشرين إرهابيا والقبض على عدد آخر وفي سياق آخر نظمت في مناطق متعددة من دمشق وريفها وحلب ودير الزور مسيرات دعم للجيش السوري ورفض الإرهاب وقد رفع فيها المعتصمون العالم السوري وصورا للرئيس بشار الأسد بعدما تعرضت مواقع شركتها ومؤسساتها الاستراتيجية العام الماضي لهجمات إلكترونية تل أبيب تسقط مجددا أمام هجمات قراصنة أنانيموس دعما لفلسطين تقرير دارين دعبوس للعام الثاني على التوالي وفي تاريخ السابع من نيسان وجدت الدولة العبرية نفسها للمرة الثانية أمام حرب إلكترونية شرسة اشتاحت مواقعها الرسمية والخاصة بسبب هجوم منظمة أنانيموس عليها دعما للشعب الفلسطيني وتضامنا مع قضيته المحقة وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت الخبر وقالت إن هجوم الهاكرز بدأ تحت شعار أوبيزرايل أو معارضة إسرائيل وقد نجح في تعطيل مواقع الوزارات الحكومية من بينها وزارة التربية والتعليم والزراعة وسلطة المطارات إضافة إلى عشرات المواقع التجارية والاقتصادية الخاصة بعدما شن المهاجمون هجمات على هذه المواقع وأوقعوها تحت ضغط وهمي لدخول عدد كبير من المتصفحين ما تسبب بتشويش عملها وتعطيلها وتمكن المهاجمون من نشر العنوين الباردية وتفاصيل بطاقات الاعتماد المصرفية لإسرائيليين ونشر أرقام هواتف لمن يفترض فيهم أنهم موظفون حكوميون ندعو إخواننا وأخواتنا في السر من نيسان عام 2014 إلى اختراق تشويه خطف وتسريب قاعدة بيانات والاستلاء على مواقع المشرفين وإنهاء الفضاء الافتراضي الإسرائيلي بكل الوسائل ضرورية يا إسرائيل من مصلحتك الكف عن أي عمليات عسكرية ونشطات استيطانية غير مشروعة وإلا فأن العواقب ستكون أسوأ مع كل ساعة تمر يا إسرائيل سنتعامل مع كل وفاة إضافية كهجوم شخصي على الأنانوميس وسيتم التعامل معك بسرعة ومن دون أنذار مسبق وأمام هذا الاشتياح الإلكتروني يحاول العدو الإسرائيلي التخفيف من خسارته عبر التقليل من أهمية الضرر الذي أصابه إذ أعلن خبراء صهاينا أنهم لا يتوقعون وقوع أضرار كبيرة خصوصا أن المواقع الرسمية الحساسة كمواقع وزارة الأمن وجهاز الشباك حاولت استخلاص العبر من هجوم العام الماضي واستعانت بشركات حماية لمواقعها من أي قرصنة محتملة وكانت منظمات حكومية إسرائيلية وخبراء إنترنت قد حذروا قبال أيام المستخدمين الإسرائيليين من استقبال أي رسائل مجهولة المصدر وفتحها خوفا من أن تتضمن فيروسا لتعطيل الكمبيوتر ومن عدم الضغط على روابط تصلهم عبر البريد الإلكتروني أو شبكات التواصل الاجتماعي حملة الشعب يقول كلمته مستمرة في السعودية على الرغم من القمع والاعتقالات وفتاة توجه رسالة إلى الملك عبدالله أحمد الله سبحانه أن جعل في هذا الشعب أبطال أمثال الأحرار الذين تكلموا في التسجيلات وأبرأوا الذمه وتكلموا بشجاعة وثقة ومسؤولية ووالله أن الشعب فيه مثل هؤلاء ما ينخاف عليه وأنا ما هو فقط أؤيدهم أنا أفتخر أن مثل هؤلاء في بلدي وأتمنى أن تتدفق الآلاق من التسجيلات على هذا المواد حتى يعلم القريب والبعيد أن الشعب كله غير راضي عن الوضع وأن التغيير قادم لا محالة أخواني وأخواتي كلكم تعرفون الوضع سيء جدا في بلد الحميل بطالة، فقر، جريمة، فساد، بلم، فوضى، احتغار للناس وإهانة لأشرافهم كبارهم تزوير للدين وفساد في القضاء وضياء للحقوق ونفاق في كل شيء وكلما ارتفعت مرتبة المسؤول استاد نفاق وقش وكذب وخداع للناس وحتى المشايخ والعلماء الدين صاروا يحرفون الدين ويشاركون الحاكم في النفاق وفوق هذا كله سجن للمصلحين المطالبين بالحقوق والحكم عليهم ظلما بإسم الشريعة يعني لا هم اللي أصلحوا البلد ولا هم اللي سمحوا المصلحين يقولون الحق يا ناس ما لكم حل إلا أن تتحركوا بأنفسكم وتنتظروا حقوقكم بأيديكم ولا تنتظروه الظالم يتفضل ويحسن عليكم الظالم مستفيد من فغركم وضعفكم وحاجتكم عشان يلعب بالبلد على كيفه ما في حل إلا أن تتحركوا بأنفسكم بكل وسيلة وقلها هذه التسجيلات حتى يعرف الجميع أننا صوت واحد ضد الظلم والطغير ولازم كلنا نسوي مثلهم رجال ونساء وأنتهى عهد الخوف والخنوع والذل وتصديق الكذابين وما عادي ينطلي علينا كذبهم ونفاقهم وإدعاء تطبيق الشرح إلا شووه وزوروه واعتدوا عليه أقول كلامي هذا بكامل المسؤولية أنا شيماء محمد المالكي من أبها والأصل من الجنوب بني مالك وهذه بطاقة الشخصية شيماء محمد حسن الخالدي من أبها السلام عليكم والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادر اليوم في بيروت الثلاثة ثمينيسين 2014 ونبدأ مع النهار محاولات أخيرة اليوم لحل أزمة السلسلة تحذيرات من انهيار وتهديدات نقابية بثورة الأسد يقول أنه ليس يانوكوفيتش الائتلاف انتخب هيئة جديدة ننتقل إلى عنوين السفير في حوار شامل مع السفير نصر الله مع رئيس جديد صنع في لبنان كل الدعم للجيش ولن نغطي فاسدا أو مرتكبا لحوار مفتوح وغير مشروط مع تيار المستقبل مسؤولنا سعوديون الملف السوري يعود إلى بندر قريبا الأسد العمليات القتلية ستنتهي خلال عام ننتقل إلى عنوين الأخبار وفيها الرعي إلى الشارع ضد بري أطفيل تحت الاحتلال أما في الأنوار مشكلة السلسلة تهديدات نقابية بانتفاضة لم يشلهد مثلها لبنان الجيش يدهم مخازن أسلحة في طرابلس ثمانية قتل بالاشتباكات في مخيم الميومي الائتلاف المعارض يندد بقتل الكاهن الهولندي في حمص ويتعهد بمحاسبة المجرمين في عنوين الديار توقيف بهيج أبو حمزي بدعوة من جملاط وتصفية جماعة دحلان في الميومي السلسلة لا حلول والتنسيق تهدد بانتفاضة وسلم اقترح التقصيط لخمس سنوات الجلسة الرئاسية بين 15 نسان وأواخره وجملاط إلى فرنسا للقاء الحريري ومسؤولين مذاكرات اللواء الرقون رستم غزيلي مناصقية تيار المستقبل تنفي والزميل سمو أبو فاضل يرد في المستقبل لهذا اليوم حرب يفرج عن أموال البلديات ومجلس الوزراء يتابع تعينات اليوم وانتكاسة أمنية فلسطينية توتر السلسلة يسابق جهود ضبط الأمن تقدم للثوار في حلب والقنيطر وريف دمشق وصمود في اللاذقية الاقتصاد السوري على شفير الإنهيار التام أما في عنوين البناء خلط أوراق والسبعة استحقاقات في ثلاثة شهور صفقة سعودية أخوانية تخرج قطر من سوريا السلسلة تتحول لقيود وقيد الحساب لحبل من مسد العمليات النشطة تنتهي هذا العام الأسد مستمرنا في المصالحات ووقف سفك الدم ننتقل إلى اللواء تعينات في مجلس الخدمة والجمارك اليوم وسليمي يقترح تجزئة السلسلة المشنوق للحد من النزح السوري وخطة البقاء تنتظر الجهوزية عملية جراحية لأنصار جمال سليمان في الميومي من قتل أبرزهم أحمد رشيد وأخواه مجلس الوزراء السعودي طالبوا المجتمع الدولي بوقف جرائم الإنسانية ضد الشعب السوري ننتقل إلى البلد وفيها سلسلة الرتب تقر اليوم والحكومة لدفع التعيينات جديدة الأسد لبوتن لست يانوكوفيتش في عنوين الجمهورية عون يرهن ترشيحه بالتوافق أمن المخيمات إلى الواجهة أما في الحياة السعودية تدعو إلى منع الجرائم الإنسانية وبدء وصول صواريخ مضادة للدروع إلى المعارضة إسرائيل تؤكد استخدام النظام للكيموي قرب دمشق جمهورية دانتسيك تلحق بالقرم وسط قلق غربي موسكو تتمسك بفدرلة أوكرانيا على وقع انفصال جديد السلطة تتحدث عن خطة من أربع مراحل لمواجهة فشل المحادثات مع إسرائيل البرلمان يبحث تجزئة مطالب الموظفين فيلوحون بانتفاضة غدا لبنان ثمانية قتلى وعشر جرحى بمخيم الميومي الفلسطيني وتوقيف ثلاثة من قادة المحاور في طرابلس في إطار الخطة الأمنية أخيرا مع الشرق الأوسط دائرة تفاهمات خصوم المالك تتسع داعش تقطع ماء الفرات عن جنوب العراق مصادر الاستعدادات لخطة البقاع الأمنية مستمرة اشتباكات في مخيم الميومي بلبنان والجيش يتأهب الاتلاف السوري يختار هيئة سياسية جديدة اغتيال كاهن هولندي عاش في حمص خمسين سنة الأسد لبوتن لست يانوكوفيتش ولن أرحل كان في النشرة ثمانية قتلى في اشتباكات بين أنصار الله وكتائب العودة في الميومي ونظرة على دور السيدة الجليلة نهاية عهد الصفة بين جملات أبو حمزي تقود مستشاره المالي إلى نظارة قصر العدل اللي جان تعود بالسلسلة إلى التجزئة وهيئة التنسيق نصر الله أمامنا فرصة صنع رئيس في لبنان وكان في النشرة أيضا كمين يقضي على إرهابيين في عدر الصناعية ختم نشرتنا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة